ينضم معنا من إسطنبول سيد نظير الكندوري الكاتب والمحلل السياسي أستاذ نظير بداية مرحبا بك يعني الوضع في البصرة على ما يبدو أنه خطير جدا أخطر مما تظهره الفيديوهات وما تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي لماذا لم تقم الحكومة حتى الآن بأي تحرك مجال تدريك؟ حياكم الله وحيا مشهدي قناتكم الكريمة حقيقة ما يحدث في البصرة هي مأساة حقيقية لهذا الشعب المناظر ويتسألك أن الحالة في البصرة هي أكثر بكثير مما تنقله بعض الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي هو بسبب أن الحكومة العراقية تصرف حضر إعلامي على ما يحدث في البصرة وباقي مدن الوسط والجنوب من العراق أما بالنسبة للحكومة العراقية الحالية هي غير قادرة على فعل شيء أو توفير أبطط متطلبات هؤلاء المتظاهرين ومن المتوقع أن أي حكومة قادمة غير هذه الحكومة سوف لن تكون قادرة على توفير هذا الحد الأدنى من المطالبات الشعبية لماذا؟ لأن الحكومة أو النظام السياسي الذي يعمل في العراق هو حاليا مشكل من بنية من الفساد كتلة من الفساد فهي غير قادرة على توفير الأموال لخدمات بسيطة لأن الدخل الذي يدخل إلى العراق يذهب إلى جيوب الفاسدين وبالتالي لا يوجد بقية من هذه الأموال لإقامة هذه الخدمات على ما يبدو أن الحكومة أيضا لم تقم حتى بالاعتذار أو حتى بالتحقيق أو بإجراء تحقيق بمن قتل المتظاهرين أستاذ نظير ما هي الرسالة التي أراد المتظاهرون إيصالها يعني من خلال إحراق مقرات الميليشيات ومقرات الأحزاب في البصرة يعني أنا أقول المتظاهرين الآن لا يتظاهرون على حكومة العبادي ولا هم يتظاهرون على أي حكومة قادمة غير هذه الحكومة البطيرة العبادي المتظاهرين حاليا يتظاهرون ضد منظومة النظام السياسي الحالي الموجودة في بغداد يعني كل هؤلاء السياسين المتنافسين على الحكومة سواء من هذا الطرف أو من ذات الطرف الشعب ترفضهم وهناك شيء مهم جدا أن الأحزاب الحاكمة التي الآن مسيطرة على الوضع في البلاد تتعي أنها هي ممثلة عن المكون العربي الشيعي والمعارضة التي ظهرت عند السنة أو الكرس يحاولون تسويقها إلى هذا المكون بأنها هي يعني معارضة قومية أو طائفية لكن هذه الصواهرات أثبتت أن حتى هذا المكون هو قد رفض هذا النظام السياسي بمعنى أن الشعب العراقي بكل مكوناته يرفض هذا النظام السياسي الذي جاء من أزين المسافة ولحد الآن لأنه لم يقدم خدمة لشعب العراقي بكامله ولا لأحد مكوناته فهو مرفوض من قبل الجميع حاليا إذا كانت هناك أيدي خفية مثل ما يقال ويشاع وراء قتل المتظاهرين لماذا لم تعمد الحكومة إلى إجراء تحقيق مع من قام بقتل هؤلاء المتظاهرون يعني هو إجراء أي تحقيق ولو كانت نصفة بسيطة فيه من النزاهة سيضح الأمر بأن هذه السلطة أحدهما ينسك ملفات على الآخر والجميع مشتركين في الفساد والجميع مشتركين في الصهاد هذا الشعب وبالتالي من أين تأتي هذا التحقيق النزيج الذي يثبت للناس من هم المثلون عن قتل المتظاهرين أو جرحهم أو اختنافهم بالغازات لا يمكن عمل أي تحقيق إنما يعني يعني يعدون بإقامة تحقيق وستكون كالتحقيقات التي تأتي بها الإدراج الرياح يعني العجيب في الأمر أن الحكومة تعترف بأن مطالب المتظاهرين هي مطالب محقة يعني لهم الحق تعطيهم الحق في المطالبة بمطالبهم مع ذلك لم تقم حتى بإقالة قائد الشرطة يعني كرد اعتبار أو كبادرة حسنية يعني هذا الأمر حتى أنه جاءت مطالبات من وجهاء البصرة لأنه يعني يجب أنه تغيير بعض القيادات اللمنية في البصرة بمحاولة انتفاض الغضب الجماهيري هناك لكن حتى هذا الإعبادي رفض فعله وعندما اشتدت التظاهرات يوم ما ذهب حاول يعني أن تصهر هذا الغضب وقال إننا نفكر بإقالة قائد الشرطة البصرة هذا البيان جاء على لسان سعد الحديثي المتحدث من شم رئيس الوزراء العراقي لكن لحد الآن لم يطوموا بأي إجراء لتغيير هذه المنظومة الأمنية التي تصفحت يعني اشتعبنا في البصرة وغير قادرين يعني كما أعتقد أنهم يحاولوا تغيير هذه القيادة إلى أي مدى تعتقد أن حال العراق ربما سيتغير مع قدوم حكومة جديدة أنا يعني ذكرت في بداية الكلام أن لا هذه الحكومة ولا الحكومات القادمة تشتقيها سواء تم تسكيلها من نحور السائرون والنصر ويعني جماعة الحكيم ولا إذا كانت منك حكومة من جماعة الفتح وهذه العامري والمالكي الطرفين غير قادرين على إقامة أو توفير الخدمات للمواطنين هؤلاء يتنافسون على الحكومة العراقية كمغنم وليس أنه هو تكليف لخدمة الجماهير ويتوفير الخدمات لهذا الشعب المنظوم أنا يعني أتوقع أن الأمور ستتزاك وهناك رسالة يعني يعطيها المتظاهرين أنه في خضام الصراع الآن الحالي على الحكومة أو على تأسيسها مع ذلك لم تهدأ التظاهرات بانتظار نتائج تطبيق أو نتائج حصون هذه الحكومة وكيف سيكون شكلها إنما ظلت مستمرة بمعنى أن هذه التظاهرات هي رافضة لهذه الحكومة الحالية وللحكومات القادمة يعني بعث يعني ربما أيام أو أشهر السيد نظير الكندوري الكاتب والمحلل السياسي العراقي نشكرك شكرا جزيلا